اهلا بكم في فيديو جديد اليوم بحكي لكم عن ثمانية نصايح تخليك واثقة من نفسك طبعا في بعضكم بيقول طيب انا واثقة من نفسي ما احتاج نصايح كلنا نحتاج تذكير واللي خلاني اسوي هذا الفيديو اصلا كنت جلسة اشوف فيديو ان كيف اصير واثقة من نفسي اكثر واكثر فكلنا نحتاج تذكير كلنا يمكن نستفيد يمكن انا بذكر لكم شيء كان غايب عنكم وما تعرفون عنه واتذكرتوه وقلتوا واو نبغى نطبقه اول نصيحة تقدير النفس يمكن تحسون ان هذا الشيء سهل انا قدر نفسي لكن هل انتوا فعلا تطبقونه هل انتي تقدرين كل شيء انجستيه وكل شيء مريتي فيه هل اذا غلطي تسامحين نفسك او تجلسين تجلدين نفسك لسنين قدام هل الندم طاغي على حياتك واغلب افكارك وتقولين دايما يليت ويليت اذا انتي ما تقدرين نفسك لازم تقدرين نفسك تقدرين القوة اللي انتي في داخلك تقدرين الظروف اللي انتي مريتي فيها تقدرين انتي تخطيتي هذه الظروف دائما قدري نفسك وخلي نفسك اولوية عندك النصيحة الثانية كلمي نفسك بلطف وذكرت هذا في فيديو سابق بس لازم تكلمين نفسك بلطف وتكلمين نفسك زي ما تكلمين صاحبتك اذا هي زعلانة او اختك اذا هي زعلانة وتقولين لها لا ما يصلح لا انتي بالعكس انتي جميلة انتي طيبة الحياة قدامك كل الكلام اللي بتقولينه لشخص قوليه لنفسك دائما الحوار الذاتي الحوار الداخلي اللي في عقلك خليه دائما يكون ايجابي واذا في بعض الاحيان سلبية وانا نفس الشي بعض الاحيان اكلم نفسي بسلبية اقول او يا الله سوتيها مرة ثانية مو انتي قلتي بتسوين كذا وكذا هذا انتي ما تتعلمين انا اقول كذا لنفسي بس بعدين انتبه واقول لا انا مو كذا انا جالسة احاول انا جالسة احاول غلط مرة المرة الثانية مرح اغلط نسيت هذه المرة المرة الثانية مرح انسى فدائما كلمي نفسك بلطف النصيحة الثالثة قيمي محيطك فيه ناس سامة توكسك في حياتك قيميهم مين الشخص التوكسك مين الشخص اللي اذا جلستي معاه تطلعين من الجلسة وانتي كرحة حياتك او فيه شعور مو حلو او تحسينك مرهقة نفسيا او قيمي صداقاتك او قيمي المحيط اللي انتي فيه هل فيه حش اذا فيه حش ابتعدي حتى لو انتي تحبين الحش ابتعدي انا هذه لان هذا شيء سام ودائما الناس اللي حشون دائما دائما ما عندهم شيء في حياتهم محل كسر ابتعدوا عن الحش ابتعدوا عن النميمة والكلام واشوفوا هذه ايش سوت انا زيكم يعني انا اعترف احب الدراما اذا انتي تحبين الدراما عوضي الحش فيه ناس حقيقية في حياتك عوضيها بالدراما حقية الانلاين شوفي هادي ايش سوت في هادي وشوفي الممثلة هادي ايش قالت في هادي عادي يعني عوضي شيء بشيء عشان تقدرين تفكين نفسك من الحش النصيحة الرابعة هذه صراحة فيه مقولة انجليزية fake it until you make it يعني زي فيه الين تنجحين هذا ترجمتي لها زي في الين تنجحين يعني ايش يعني انتي مو لازم تعرفين كل شيء في الحياة انتي مو لازم تكونين فاهمة انتي مو لازم تكونين تعرفين كل موضوع وكل topic في الحياة وتعرفين كيف تردين وكيف تشغلين البرنامج الفلاني وتعرفين اش صار في البلد الفلانية ترى مو لازم ادخلي كل موقف وكأنك تعرفين كأنك تعرفين خليك واثقة من نفسك إذا أنت صدق ما تعرفين طبعا ما أنصحكم أنك تروح أن تتفلسطون بس دخلتي في مثلا جالسة مثلا مع I don't know business woman وأنت مالك في البزنس يقولون الصمت السكوت من ذهب صح اسكتي ويعني اسمعي بس لا تقولين أنا مو مكاني هنا أنت ناوي تدخلين بزنس عشان كذا اجتمعتي مع دولي البزنس وومن وتقولين نفسك لا أنا مكاني مو كذا لا أنت مكانك هنا أنت قدها وقدود عادي يعني في الشغل إذا أحد قال لك نحتاج أحد يساعدنا في المشروع الفلاني وانت مرة ودك ودك تطورين ودك تترقين تقولي إيه وأنا بشترك ما تعرفين إدارة مشاريع وفاينانس وأشياء ما تفهمين فيها عادي تعرفين الفاينانس أيوة أعرف شوي يعني هادي وروح يتعلمين وباي the way إذا حطيت نفسك في هذا المواقف هي المواقف هذه هي اللي بتعلمك أحسن شيء إذا بتدخلين في مشروع في فاينانس وانت ما عندك سافة في الفاينانس بتتعلمين لأنك بتبحثين وما تبغى أن تتفشلين وتستفيدين من زملائك وزميلاتك يعني بالعكس لما أنت دخلين نفسك تضغطين على نفسك أنك تسوي شيء أنت يمكن مو مرة فاهمة فيه تتحسنين أكثر وأكثر النصيحة الخامسة امدحي نفسك وهذا مربوط بالحوار النفسي أو الحوار الداخلي الإيجابي كل ما صارت لك شيء حلو امدحي نفسك بصوت عالي وترى هذا مو غرور هذه الثقة أنا في السيارة دائما وانا طالعا من الدوام خصوصا إذا كان يوم حلو في الدوام وأنجست وسويت أشياء كل الأشياء اللي في اللستة سويتها والله أنا في السيارة أسوق أكلم نفسي أقول واو شوفي نفسك يا بنت والله إنك خطيرة الوظيفة حلوة والسيارة حلوة وأنجستي وسويت أحسن من زملائك ومبسوطة وقدامك غدا يستناك وش للحياة وين كنتي وين صرتي يا بنت واو كذا كذا أنا أكلم نفسي في السيارة مع نفسي النصيحة السادسة تقبلي نفسك كما هي الآن ترى لا هذا ضروري جدا ليش أنا طبعا بقولكم قصة ثانية أنا دائما حياتي كانت إذا نحفت بسوي كذا إذا بشرتي صفت بسوي كذا إذا شعري طال بسوي كذا إذا خلصت الجامعة بسوي كذا إذا أتقبلي نفسك كما هي أنت لسه مثلا وزنك زايد البسي البسي أنا كنت أحرم نفسي بملابس عشان إذا لازم أسير وزن معين لا الحين صرت ألبس ألبس وأكشخ وأسوي كل شي أنا أعيش في اللحظة أتقبل نفسي زي ما هي الآن أكيد أني بتحسن أكيد أني أبغى تحسن لكن أنا أتقبل نفسي زي ما هي الآن أسير واثقة من نفسي حتى إذا أحد مدحني الله بشعرك مرة صاير حلو إيه بس أني قصير بس أني أبغى طاولة بس لا تقولين ذا الكلام قولي شكرا شكرا الله يعطيك العافية والله اشتغلت عليك كثير الحمد لله مبين خليك كذا وثقة من نفسك تقبل لي نفسك زي ما هي الآن وترمو بس الشكل والجسم حتى عيوبك حتى وضعك في الحياة كل الناس يمرونهم محطات كل الناس لهم رحلة تقبل لي رحلتك زي ما هي وكل واحد له طريقة وكل واحد له أهدافه وكل واحد في الوقت اللي ربي كاتب فيه إن شاء الله تتحقق أموره وربي أصلا يعني يكتب الشيء باللي هو يشوفه لأنه أدرأ احنا ما ندري احنا نبغي الشيء كل شيء الحين طبعا النصيحة السابعة تذكري حجم الدنيا طبعا كلكم بتقولون وش السالفة وش الطارق يعني بس أنا صراحة دائما أسوي هذه الحركة إذا أنا حسيتني بدأت أضعف أو أحزن أو أخاف أو أضايق إنه مثلا أخاف أحد يقول لي كلمة ولا يفكر فيني بطريقة ما ولا كذا أجلس أفكر في الدنيا وش كبرها أفكر في الكرة الأرضية الكرة الأرضية اللي فيها بليون مليون طعشر شخص أشياء سين يسوون أشياء سين يمرون فيه أنا نقطة أنا ولا شيء في هالدنيا يعني مقارنة بحجم الدنيا والعالم والكواكب والجالكسي أنا ولا شيء فالدنيا صراحة ما في السواء يعني أنا مشكلتي يعني مقارنة بكل شيء جالس يصير It's nothing فإيهون علي صراحة شوي خصوصا أن كل الناس مشغولين كل الناس بلشارين بعمرهم ما حد يفكر فيك قد ما أنت تحسين أنهم يفكرون فيك حتى لو كانوا حقنا في حياتك صدقيني رغم كذا ما حد يفكر فيك قد ما أنت تحسين أنهم يفكرون فيك أو يتكلمون عنك النصيحة الثامنة والأخيرة جربي كل شيء أي شيء أنت مشتهية تسوينا تسويه مثلا أنا بقول لكم مثال تجربتي الحين مع يوتيوب أنا متوظفة لـ 15 سنة متزوجة عندي بيت يعني بالسعودي شطبت الحياة صح بس كذا لسه في خاطري لسه في خاطري أسوي يوتيوب أبغى أسوي يوتيوب فبين وبينكم أول ما بديت كنت شوية مستحية أش بيقولون صندقاتي أش بيقولون أهلي أش بيقولون قاربي مرة في الشيلة يعني ما أدري شي محرج يعني ما أشتبغين بعد لا وموظفة وكذا وتسوين يوتيوب بس أنا كذا أنا أحب أجرب أنا بجرب أنا ما يهمني رأي الناس يعني في النهاية في النهاية هل أمنع نفسي عشان مرة مستحية أو خايفة أش بيقولون للناس والناس ما عمره مسووا لي شي ولا قدموا لي شي لا مستحيل أنا بسوي اللي أنا أبغى العمر مرة واحدة حتى لو شي سخيف حتى لو شي أنا بعض الأحيان أحس أنه سخيف مثلا أحس أنه أوكي يعني أنا ماخذة يوتيوب هواية هواية أبغى أتعلم أبغى أتعلم أسوي فيديوهات أبغى أتفاعل مع الناس أبغى أترس على الناس جديدة أبغى أفيد وأستفيد عادي غير يوتيوب أنا مريت بمراحل في حياتي تجربت كل شي وأتذكر روحنا من صديقاتي قالتلي أن أنت مرة خطيرة أنت مرة تعجبينني أنت ما تخلين في خاطرك شي تخيلوا مرة رحت سافرت نيويورك وأخذت دورة ميكب كنت أبغى أسير ميكب أرتست يعني هذا كان قبل كوفيد أنا ما أدري أنا ماني مهووسة في الميكب بس إني كنت أشوف فيديوهات ميكب كثير وقلت نوات بسير ميكب أرتست غير كذا أنا ما حاب أروح بيوت الناس وأسوي لهم ميكب فأنا ما فكرت فيها زين بس إني كنت مرة شغوفة بالموضوع وروحت وسويت وبعد ما رجعت يعني جربت كذا وكذا وبعدين قررت أنه ما يناسبني هل ندمت إني أنا سويت كذا ولا ما ندمت وسويت أشياء كثيرة أنا نحن بادية بيزنس فينتج وأشياء أثرية ما حد صراحة شرى مني بس عادي شي أحبه ليش أبنع نفسي أجرب وأنجح أو أجرب وأفشل أو أجرب وأطلع اللي في خاطري فدائما جربي كل شيء ولا تخلين شيء في خاطرك تجربة ما أقول لك في الحياة في أهدافك الحياتية أهدافك الحياتية بالعكس تحطي لك يعني أهداف وأرقام وكل شيء بس في الأشياء التجربة اللي تبغين تجربينه كذا لا تقولي لا أنا ما رح أجرب ولا بجرب بس ما رح يعجبني فخلاص ما رح أجرب لا تجربي بس لا تحطين أهداف مرة ثابتة مثلا اليوتيوب أنا مو حط هدف بطلع فلوس من يوتيوب ولا بجيب إعلانات ولا لازم كذا أستفيد من يوتيوب لا أنا حاطثة أن أنا أحط فيديوهات حلوة وأستفيد وأفيد وأتعلم كيف أسوي منتاج وبس هذا هدفي من يوتيوب فإن شاء الله نفعتكم هذه النصائح وإن شاء الله يعني لو استفدتم من نصيحة واحدة أحس أني أنا أنجزت الهدف من هذا الفيديو وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر